موسيقى مساء الخير والحب على أقلقكم جميعا أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلا بيكم في برنامتكم قضايا وأسرار اتعودتم مننا دايما نحن نقدم لكم محتوى هادف دايما بنسعى نحن ننطقي لكم الموضوعات اللي بتشغل الرأي العين في البداية أحب أقولكم أن الحب ليس له يوم أو تاريخ وإنما هو كامل في أعماق قلوبنا الحب ليس بشرط أن يكون بين رجل وإمرأة أو العكس وإنما هو حب الفترة حب الإنسانية أجمع الحب الذي زرعاه الله في قلوبنا حب الأم لأبنائها وهو أسمى معاني الحب حب الأب لأسرته وهو حصن الأمان والسند حب الوطن وهو أعظم حب لا تجعلوا للحب يوما تحتفلون به بل انثرو الحب في كل مكان وكل وقت وكل زمان ونبدأ برنامجكم قضايا وأسرار والنهاردة قررنا أن نخترق أسرار العقل الباطن قررنا أن نزيح السطاري حول المزيد من الأسرار وموضوع حلقتنا ضوابط تفسير الأحلام وأسرار العقل مع الأستاذ الفاضل إسلام مصطفى الأخصائي النفسي ومتخصص في تفسير الأحلام أهلا بحضرتك أستاذ إسلام نورتنا في برنامج قضايا وأسرار جزاك الله خير دا نورت الله يبارك في حضرتك يا رب الله يخليك النهاردة هنتكلم عن عالم الرؤى والأحلام وأسراره بداية علم تفسير الأحلام اختلفت الأراء هل هو علم مكتسب أم هو موهبة من الله عز وجل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أحب أشكر حضرك على هذه الدعوة الكريمة في البرنامج المتميل حضرتك شرفتنا الله يبارك في حضرتك يا رب بداية لازم نعرف حاجة مهمة جدا تفسير الرؤى والأحلام ده موهبة بتسقل بالعلم والخبرة مش أي حد يخش في الموضوع ده ومش أي حد عنده علم سواء كان علم في الدين أو علم في علم النفس يقدر يخش في مجال تفسير الأحلام ده حيفسد من حيث يريد الإصلاح لأنه فعلا ليس له علاقة بالعلم فحسب لا ده لازم يكون موهبة مع الخبرة حد حيث مثال بسيط جدا جاء واحد لأحد المفسرين راجل محترم كده مصلي بين عليه الحسن والجمال فقال له أنا رأيت في منامي أني أؤذن قال له ستحج هتحج فماشى فجاء واحد تاني قال له رأيت في منامي أني أؤذن قال له أنت صارك ستقطع يدك والسند بقى اختلاف سخيالي بقى نفس الحلم وده بيأذن وده بيأذن السند في الأولاني أن الرجل سمته طيب فقال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالي وعلى كل ضامر يأتوك من كل فج عميق يعني أنا بيعتمد على الحالة بتاعت بالضبط بالضبط مش أي حد يتقال له أي حاجة مش لذلك أنا دايما بنصح الناس ما يلجأوش للكتب تفسير الأحلام والسند بقى في الرأي التاني لما قال له أنت سارق في سورة يوسف لما العير حط لهم سواع الملك فقال فأذن مؤذنوا أياتها العير إنكم لا سارقون فهنا أذن وهنا أذن بس الأذن ده ده الرجل ده هي حج ولذلك هي دي بقى الموهبة لذلك بقول للناس مش أي حد يفصل لذلك بقول للناس يبعدوا عن الكتب بتاعت تفسير الأحلام ليه؟ كتب تفسير الأحلام عبارة عن خطوط عريضة ما تتطبق على حررتك ما تتطبقش عليها تتطبق على المتزوجة ما تتطبقش على غير المتزوجة أو المطلقة تطبق الرجل الذي له أعمال حسنة وبعدين ما حد تشايف نفسه وحش ممكن يكون بيأتي الكبائر كلنا بنشوف نفسنا في أفضل صورة بالضبط وكل واحد بيأتي الكبائر وشاف نفسه كويس فالحلم اللي انت شفت وتشوف نفسك انت بقت زي الفل وانت الحلم موديك في دهية وانت ما تعرش فلازم دواب التفسير للأحلام إن هي موهبة مسقلة بالعلم والخبرة نعم هل الرؤية أو الحلم أهمية في حياتنا؟ يعني ممكن نعتمد عليها في إن احنا مثلا ناخد قرار معين أو إن أنا شفت رؤية النهاردة فأعتمد على الرؤية دي في إن أنا أحط معايير وخطوات الخطوة اللي جاي في مستقبلي سؤال مهم جدا وأنا أشكرك على السؤال ده فضاء ده لا فعلا آه فعلا بص حارتك ما خلق الله سبحانه وتعالى شيء في حياتنا إلا بقدر قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر فما بالك وانت روحك مش معاك يبقى الأمر ده كو أنا بقول دايما إن الرؤى والأحلام دي عبارة عن إشارات ربنا سبحانه وتعالى بيبعثها لمن يريد ده لإشارة كذا وده لإشارة كذا وده لإشارة كذا فأهمية أهمية عظيمة جدا هقولك حاجة تدل على أهمية الرؤى والأحلام الصحابة كان قاعدين مع بعض كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يعملوا حاجة ينادوا الناس للصلاة بيها فيعملوا إيه فأحد الصحابة اقترح الجرس وأحد الصحابة قالوا نعمل نداء معين وأحد الصحابة قال نعمل كذا وأحد الصحابة قال نعمل كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عجبتهش ولا فكرة من دول راح رايح صحابي نام حلم برؤية الأذان تخيليني الأذان اللي بين أيدينا في وقتنا هذا إلى وقتنا هذا هو عبارة عن رؤية رأى أحد الصحابة عبدالله بن زيد فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في نمي كذا وكذا 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 فقال هكذا هو الأذان كأن جبريل أخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أذان حيكون للناس يعلمهم بمعادة دخول الصلاة وفيه أحد أصحابك يا محمد شايف الرؤية دي وحيجي يخبرك بيها فقال علمه لبلال مش هو اللي حيأزن اللي شاف الرؤية لا صح بالصوت القوي الجميل بلال علمه لبلال شفت أهمية الرؤية والأحلام في حياتنا زي عبارة عن إشارات ده أقولك حاجة أجمل وأجمل بقى قبر النبي صلى الله عليه وسلم جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان حيسرق في يوم من الأيام فعهد الرجل الهمام القائد نور الدين محمود زنكي جاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا نور أنقذني من هذين الرجلين الأصفرين وشاور له على رجلين في المنام نور الدين انزعج جدا هو في إيه النبي جاله في المنام يقول له أنقذ من هذين الرجلين هو في إيه فنامه مهتمش ثاني يوم تجيله نفس الرؤية لذلك بقولك الحلم إنما يتكرر يبقى عبارة عن إيه إشارة خلي بالي ثالث يوم يجيله نفس المنام قال لك لا 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 فأنا لازم أروح بقى بالنفسي أشوف في المدينة في إيه بقى اللي بيحصل فهو شاف الرجلين وعلموا معاه علموا معاه فاستشار الوزراء بتوعنا نعمل إيه فواحد الوزراء قال له وقص أنت تروح المدينة وتشوف الناس وزع فلوس والناس كلها هتتجمع وتشوف الناس ففعلا عمل كده وراح المدينة ووقف عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يوزع فلوس طبعا كل الناس الأمير بيوزع فلوس عمل وإيه كل الناس طبعا فكل الناس راحوا عشان يشوفوا الأمير والفوس اللي بيأخدها إلا اتنين قال لهم كلكم جيتوا قالوا له بس اتنين من أهل الخير شوفيه اتنين من أهل الخير دول هما اللي بيعملوا عنا الخير مجوش فقال لهم لا ده أنا راح أشوفهم بقى راح اتضرب عند الاتنين دول لقاهم حفرين سرداب من بيتهم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسرقهم اللي اتنين اللي هما كانوا من أهل الخير هما اللي اتنين اللي كانوا مستعدين هما يسرقوا قبر النبي جسد النبي صلى الله عليه وسلم وشوفيه بقى مهمة ولا مش مهمة بقى أكيد طبعا مهمة مهمة جدا فإحنا الرؤية نما تتكرر نما يكون انت الحلم بيتكرر معك كذا مرة لا ده كده فيه إشارة نما تكون بتعمل حاجة غلط ويجيلك إشارة خلاص بقى يبقى أنا لازم أعمل ستوب واراجع نفسي وأشوف إيه الخطأ بتعمل حسنة فيجيلك حلم يثبتك إثبت أنت كده صح وهكذا هو ممكن يكون الحلم مش هنقول الحلم بقى الرؤية تكون يعني مثلا ربنا بيحب حد معين فهو بعث له الإشارة دي أو الرؤية دي إنها توجهه يا إما توجهه للصواب أو توجهه لأنه يبتعد عن ارتكاب الخطأ نعم طبعا لازم هو بقول حكي عبارة عن إشارات تيجي للباعدة عن طريق ربنا يقول له إرجع ده دليل على إن حب ربنا لنا هو ربنا يعني مش عايزنا إن إحنا مثلا ننصاق في طريق الشر ننصاق في طريق كل ني ربنا بيرشدنا دي من الخير زي بقولك إن الأرواح أنت نايمة روحك فين روحك صعدة من جسد الروحك مش معاك الأرواح عند ربنا صحوة تعالى لذلك بقولك الرؤى أو الأحلام مهمة جدا روحك مش معاك أنت أصلا دي الأرواح عند ربنا صحوة تعالى ده يشوف كذا وده يشوف كذا وده يشوف كذا وهكذا أستاذ إسلام فيه سؤال مهم جدا وعايز أسأله لحضرتك ليه فيه ناس بتحلم وناس مش بتحلم وليه ممكن نحلم ونصحا نحن نكون ناسيين من الحلم تماما والله أنا مش عارف أقول لحياك أسئلت كلها أنا أظن إن ده سؤال مفاجئ ده ويعني معظم الناس هو ده السؤال اللي دايما نوارد بزرق 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 هقول لحياك ليه داي فلان أسود وليفلان أبيض ليفلان طويل وليفلان قصير ليفلان بدين وليفلان نحيف لا دي خلقات ربنا الأحلام كذلك اللي بيشوف الحلم إيه الشخص ولا الروح الروح اللي بتشوف الحلم أو الرؤية تمام كذلك روح بتشوف وروح ما بتشوفش روح بتشوف وبتفتكر وروح بتشوف ما بتفتكرش كذلك زي الأبيض والأسود والطويل والروح خلقة ربنا عشان تحيك قلت إيه خلقة كذلك هيا الأمر ده خاص بالله سبحانه وتعالى دي أرواح الأرواح نقول مثلا نقول إيه اللي بيشوف حلمه بيتحقق بيسمى في علم أرواح ده روحه شفافة وعلى فكرة مش شرط يكون متدين قوي على فكرة مش شرط يكون عالي التدين قوي أي إنسان ممكن يشوف إحنا عايزين نفرق بس بين كلمة حلم وبين رؤية يبقى الرؤية هي طبعا الحاكة الإشارة واللي هي جاية من عند ربنا الحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان قولاً واحداً إحنا إن شاء الله عايزين نسرد حلقة لموضوع الفرق بين الحلم وبين الرؤية في حلقة أخرى أستأذن حضرتك ومعنا فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حديثنا مع الأستاذ إسلام مصطفى الأخصاء النفسي والمتخصص في تفسير الأحلام وزي ما قلنا إن موضوع حلقتنا النهاردة ضوابط تفسير الأحلام أستاذ مصطفى لقد وهب الله تعالى القدرة لعلى التعبير لنبيه سيدنا يوسف عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أستاذ مصطفى أستاذ إسلام معلش أنا أسف ما هو أغرب حلم قمت بتفسيره؟ أنا بفضله سبحانه وتعالى أنا ببدأ الموضوع بتاعت تفسير الأحلام ده حوالي عشر سنين والسبب إن أنا دخلت في موضوع تفسير الأحلام ده ممكن نخليه برضو في حلقة تانية لكن أغرب حلم قمت بتفسيره حد كلمني وقال لي إن هو شاف نفسه في أرض كبيرة منحدرة قليلا الأرض كبيرة قوي ونزلة كده وفيها ناس كتير والناس كلها عمالة تسقط كأنها بيروحوا الهاوية كده وهو منهم وفي ناس نزلت لهم خيوط من السماء كل واحد اللي ينزل له خط رفيع واللي ينزل له خط خين واللي ينزل له خط خط زي شجرة واللي ينزل له خط عظيم جدا حاجة عظيمة جدا يمسك فيها اللي هو ومعاكز الناس برضو ومش نزلهم حاجة ورايحين للهوية بينحدروا كده بيدقلبوا كده رايحين للهوية أول ما سمعت الحلمة ده قلت له أنت مبصليش قال لي صحيح قلت له أصل الصلاة صلة بالله فاللي بيصلي هو عنده صلة بالله متصل بالله اللي نزل من السماء ده الصلاة اللي أنت شفته نزل من السماء ده السلاسل دي أو الحبال دي هي العلاقة بين الإنسان وبين ربه الضبط كده دي الصلاة كل واحد بقى على قدر خشوعه في الصلاة وعلى قدر تقدير الصلاة عنده هو اللي نزل الحبل الرفايع ده ده على قده اللي نزل حبل تخين قوي كده وزي جزء الشجرة كده ومسك فيه ده عنده الصلاة لها مقام لذلك دايما أنا بنصح الناس بص إحنا ممكن كلنا نكون ذو خطأة بس اوعى خطأك يخليك تترك الصلاة مهما مهما كنت بتكلم ارتكبنا من أخطاء الحاجة الوحيدة اللي احنا لازم نحافظ عليها هي علاقتنا بربنا لأن هي هي الخطوة اللي هترجعنا عن أي خطأ بالضبط وده الباب لا مش كمان الخطوة هترجعنا ده الباب اللي انت داخل به تكلم ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ده الباب اللي بيوصلك بالله سبحانه وتعالى مهما انت حكابنا من زنوب أو أخطاء ققف قدام ربنا واشتكيله حتى لو هتشتكيله إن انت مزنب مفيش مشكلة هو الوحيد اللي هيتقبل مننا أخطاءنا اللي هي مفيش مالك تخشيله في أي وقت ربنا مالك الملوك وتقف قدامه زي ما انت عايزة ربنا مالك الملوك وتقف تتكلمه زي ما انت عايزة وبأي طريقة وبأي مكان بدون خوف بدون خوف مع إنه مالك الملوك سبحانه وتعالى لذلك بنصح الناس تاني الصلاة الصلاة كان آخر نصيحة للنبي صلى الله أعرف شك الصلاة 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 ليه بقى؟ أهمية الصلاة اللي بيترك الصلاة ده هو ترك كل علاقة بيه بربنا صح فأول البيب اللي هتخش بيه ده ربنا صحيحة الله هو باب الايه؟ باب الصلاة فلما قلت له كده قال لي فعلا أنا ما بصليش فقلت له لأ انت لازم تصلي من يوميها بقى والأخ ده مواظب على الصلاة ما بيصيبش الصلاة أبداً أبداً لذلك هو شوف بقى دي لذلك نرجع بقى لتاني الإشارة اللي ربنا بعت هاله إن هي ايه؟ خلي بالك الصلاة دي إشارة يعني ما يقول الكلام عن أهمية الرؤى والأحلام هي دي رؤية وواحد ما بيصليش بس عشر ربنا بيحبك بعت له إشارة خلي بالك الصلاة صلة تكبيل بتقطع حاش نعم من أداب تفسير الأحلام كما علمنا رسول الله إذا عبرتم عن الرؤية عبروها على خير أي أن الرؤية على ما يعبروها أو يفسرها المفسر أو المعبر بمعنى أنها محققة على ما تم تفسيره تمام؟ يصار جدل كبير في هذا الشأن ممكن حضرتك توضح لنا بمعنى يعني إيه؟ الرؤية محققة على ما يعبر أو ما يفسر؟ بص حضرتك أولاً لازم نعرف أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسن أن يقول صلى الله عليه وسلم الرؤية على جناح طائر وفي رواية على رجل طائر فأيما عبرت وقعت بالطريقة اللي هتعبر بيها يا معبر أو أنت هتعبرها نفسك وإيه؟ وقعت بس برضو هنعرف كل لازم ناخد بالنا من حاجة إن كل شيء خلقناه بقدر كل حاجة مقدرة عند ربنا ومكتوبة فهي وقعت ومكتوبة في نفس الوقت يعني معنى كده أن الرؤية اللي أنا شفتها لو اتفسرت خطأ هتتحقق باحتمال كبير جداً بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق ويبقى إحنا السبب في إيه؟ إحنا السبب في تار هقولك حاجة غريبة جداً الرؤية بتاعت سيدنا الملك في عهد سيدنا يوسف عليه السلام أنا بجاء أعود كده أفكر فيها كده وأشوف الناس اللي بتعبر أي كلام على فكرة الرؤية دي كان ممكن تتعبر غير كده خالص هو سيدنا يوسف عبرها وده المفوضة على فكرة المعبر يعمله إنه يعبر الرؤية ويديها الحل يعني يقول له أنت بعيد ربنا عليك بالاستغفار بالمحافظة على الصلاة بأسكار الصباح والمساء بر والديك سر رحمك ده لازم تتفسر وتدي لإيه؟ وتدي زي سيدنا يوسف ما عمل قال لهم إيه؟ تزعون سبع سنين هنا دقباً فما حصلتهم فزاروه في سنبوله إلا قيل مما إيه؟ مما تأكلون وإلى آخر التعبير كممكن هي الرؤية عبارة عن إيه؟ إن سبع بقرات سمان سمان يأكلوهن سبع إيجاب نحاف خالص النحاف بيأكلو السمان على فكرة يعني الضعاف بيأكلو الأقوياء في البقر فكان ممكن تتعبر إزاي؟ الناس اللي بيحب يمسحوا البوخ للحكام يقولوا لا ده إحنا هنخش معركة وإحنا جيش هيبقى ضعيف وحنغلب الجيش القوي يا رأي بالتعبير ده كان المناسب قول الوضع كحاكم بقوه وعيني وزي يقولوا كده بالمعنى العامل الهبي ده كتير اهبد أي حاجة يلا ولم الناس حواليك لا فيه أداب للرؤية ولو رقيت رؤية وحشة متعبرهاش أسكت يعني أنا لو مثلا تعرض علي مش أنا المتخصص لو تعرض عليه رؤية شايف إنها ما يفسرهاش لا ما تعبرهاش طب يسيبوا كده بدون أي تفسير لا يقولك عاجة تانية وإنت ما تطلبش منه لا لازم تقولي لا بالله عليك يعني مجرد إن أنا أعرف إن الرؤية مش تمام خلاص لم ألحك في التفسير إن أنت لو شفت ما يزعجك في المنام تدفل على يسارك ثلاث مرات ولا تخبر بها أحد ولك إنها حصلت فلو أنت أخبرت بها معبرهو يبقى المعبر ما يعبرهاش يقولك لا والله أنا دي ليس لها تقويل ليس لها تعبير مش هعبرها أرفض تعبيرها أرفض تفسيرها وهكذا يبقى المعبر لازم هو إيه اللي يكون عارف إن دي رؤية وحشة فيقوله إيه ما تدورش عليها ما تبحث عنها خلاص وبرضو إن كل شيء خلقناه بقدر نعم للأسف وقت البرنامج خلاص بس إحنا إن شاء الله بنوعيدكم بحلقات مستمرة مع الأستاذ إسلام مصطفى الأخ الصائي النفسي والمتخصص في تفسير الأحلام وإن شاء الله في سلسلة في منقشة الفرق بين الحلم والرؤى وأسئلة كتير إن شاء الله في انتظار متابعتكم ويا رب نتمنى إن احنا تكون حلقتنا موفقة ونكون إدننا إن احنا نقدم لكم محتوى هادف وقيم ويستحق مشاهدتكم شكراً لكم في بنامج قضايا وأسرار ومرة تانية بنشكر الأستاذ إسلام مصطفى نورتنا وإن شاء الله في لقاء متجدد إن شاء الله شكراً لكم في شكراً للمشاهدة